الأخبار على السحر العالمية كمان خلال اليومين اللي فاتوا ورجعت من جديد للأزهان قصة موت مارادونا للأزهان يعني مع تحقات مستمرة لا تنتهي مارادونا حضراتكم عارفين مات في 2020 عن عمر 60 عام والنهاردة طلب قاضي في الأرجنتين متول 8 أفراد من الطاقم الطبي المعالج لنجم الكرة طبعا العالمية والأرجنتينية الراحل ديجو أرماندو مارادونا بتهمد القتل غير العمد طبعا وفق نشرته عدة تقارير بشأن التحيات القاضي قال أني يعني حيتم محاكمة هؤلاء التمانية أو حيتم استدعاء التمانية دول من الأطباء على مستوى طبعا الأعصاب وطبيب العيلة والطبيبة النفسية وبعد المسؤولين الرئاسيين عن صحة النجم أرماندو مارادونا اللي طبعا كان نجم النجوم في كاس العالم 86 طبعا عارفين كلنا مارادونا أسطورة كبيرة جدا جدا ويمكن رحل في مفاجأة كبيرة لبعض الناس عن عمر يوني 60 سنة وكان عنده أكيد بعض المشاكل لكن كمان النيابة طلبت بهذه المحاكمة في إبريل الماضي مشيرة طبعا أوجه القصور كل الناس قالت لا فيه خصور طبي واضح في موت مارادونا هو الراجل مات على سرير ونتيجة طبعا سكتة قلبية وكان عنده مشاكل كتيرة جدا جدا مشاكل في الكلا ومشاكل في الرئة ومشاكل في القلب ولكن كان الاتهامات واضحة جدا للطاقم الطبي اللي كان بيباشر العمل مع مارادونا النهاردة زي ما بقول لحضراتكم القاضي قال إن اللي فيه حيكون فيه محاكمة أو فيه بطول 8 أطباء اللي أشرفوا على علاج مارادونا للمحاكمة وطبعا أكيد كلنا عارفين مارادونا كان في الأوان الأخيرة حتى لما كان بيظهر كان ظاهر على التعب وظاهر على العجز رغم إن لسه كان سنه 60 سنة ولكن كان عنده بعض المشاكل الكبيرة النهاردة فيه طبعا نسول 8 من أطباء المسؤولين عن مارادونا أمام المحكمة